السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم احجركم معاكم طريقة صنع فرماج او جبن كريمي وصفة مفيدة جدا نقدر نديل بها الوصفات الحلوة كما الجيس كيك والكثير من التحليات ونقدر نضيف لها الملح والنكوها بأي نكهة كالزيتون او الزعتر او الثوم وغيرها اذا عجبتكم دلوا لايك واشتركوا في القناة واذا كنتم اشتركين فعلوا الجرس هاكدا بش يوصلكم بكل جديد واذا حبيتوا تعرفوا كيفاش وجتها ما عليكم الا تتباوا الفيديو حتى النهاية والان رح نقولوا بسم الله ومدخلوا مباشرة في المقادر عندي اثنين لتر ونصف من الحليب الكامل الدسم انا شريت حليب البقر من عند اللبان مباشرة يعني هاكدا باش نضمن نتيجة هاد الفرماج وفي هاد الوصفة الكميات على الحليب يعني تقدروا تستخدموا اثنين لتر تقدروا تستخدموا ثلاثة خمسة كما حبيتوا المهم رح تكون كمية الحليب من اثنين لتر فما فوق هاكدا باش تقدروا تتحصلوا على كميات اللبأسة بها من الجبن او الفرماج انا رح ندير تنجرة تغليق فوق النار ونكمل الوصفة مع بعض انا استخدمت المذرب اليدوي لانه حليب البقر لما نكونوا نغليوه يعني رح تطلع طبقة من الدوسم في الاعلى وباش نضمن بلي هاد الوصف كامل رح يدخلوا لي في الفرماج يعني رح نخلط بس مرار بالخلاط اليدوي هاكدا باش كمية الدوسم هذي كامل تدخلي داخل الحليب وما تشكليش هادك طبقة من الاعلى رح نخلط حتى نلحق هذا الحليب الى درجة الغلايا يعني ضروري تغلو الحليب بتاعكم رح تكون كتعقيم لهذا الحليب وكذلك باش نحصلوه على نتيجة مليحة لهذا الفرماج حولك الحليب بتاعي بداي يغلي هنا مباشرة رح نطفع له النار ورح نكمل باقي الوصفة هنا عندي حوالي عشر ملاعق كبيرة من الخل الابيض لازم تستخدموا الخل الابيض مش بيتغير لكمش اللون انتاع الجبن وتتحصلوه على جبن ابيض الناسع ما معنتها رح نديرو حوالي خمس ملاعق كبيرة لكل واحد لتر من الحليب هنا مباشرة رح نتحصلوه على النتيجة يعني هنا بداي تشكل الفرماج وبداي ينفصل عن الحليب وشكله يمصل الحليب باللون الاخضر هنا رح نخلي حوالي ثلاث دقائق الى خمس دقائق ومباشرة رح نكمل المرحلة الموالية هنا كنت موجدة مصفات وضعت لهذه الكمبخاس من الفوق حين تقدروا ديرو قدره كسكاس وديرو اي قطعة قماش تكون نظيفة المهم رح نصفيه الفرماج هدك من الاعلى وهدك المصلي التالي الحليب رح ينزلنا من الجهة السفلية هاي ليك رح نطوم هذيك الكمبخاس كامل لأعلى شكل سره رح يبقى لي هادك الفرماج في الكمبخاس وهدك السائل ولا مصلي الحليب رح يبقى ليه في الاسفل وبالنسبة لمصلي الحليب ولا هاد السائل أنا رح نخليه برد تماما نخبيه في الثلاجة رح يقضلكم حوالي أسبوع رح نستخدمه في مختلف العجائن ولا البيتزا رح يمدنا نتيجة ممتازة ونقدره كذلك نتحكم فيه بقوام الفرماج يعني رح نشوفه هاد النقطة مع بعضنا البعد هنا هاي ليك خثارة الفرماج يعني نخليتها قطلت حوالي خمس دقائق فقط رح تكون كافية هنا رح نضيفه كمية من الدسم وهنا من الاحسن تكون الزبدة تاكم حيوانية هاكدا باش تعطيكم نتيجة ممتازة لهذا الفرماج يعني هنا إذا استخدمت الزيت ولا الزبدة النباتية ولا الماغارين رح تخرجوا في نتيجة مختلفة يعني رح تقدروا تديروا هاد الفرماج مالح فقط أما إذا كنتوا تديروا به الجبن الكريمي باش تخدموا به الكعكات هنا من الضروري ديروا جبنة حيوانية لأن هاد الفرماج رح يخرج أكثر تماسكا ورح يمدلكم قوام للكعكات اللي رح ينتخدموه بها هنا هنا درته في الخلاط الكهربائي ورح نبدأ نخلط وهنا رح نخلطه في الخلاط الكهربائي حتى تختفي كل الكتل ولا هادوك الحبيبات الموجودة في هذه الختارة معنتها في الأخير لازم تحصلوا على جبن كريمي كما شفتوا في الصورة في بداية الفيديو ندت حوالي ملعقة كبيرة إلى زوج ملعقة كبيرة من الزبدة الحيوانية واستخدمت كذلك زبدة البقر يعني لما ترحوا تشروا الحليب تقدروا تشروا كمية قليلة من الزبدة نعليك ضفت حوالي ثلاث ملعقة كبيرة من مصل الحليد يعني فقط بسهل دوران الخلاط هنا إذا كنتوا تديروا فل جبن الكريمي الخاص بالحلويات ضروري ما تضيفوش كمية كبيرة من السوائل يعني الفرمج داعكم لازم يكون متماسك أما إذا كان الفرمج داعكم مالح تقدروا تضيفوه هتا نصف كاس من مصل الحليب يعني أنتم اللي رح تتحكموا في قوام الفرمج نحيت كامل هتاك الفرمج للاسق لي في الأطراف ورح نواصل عملية الخلط يعني لما تشوفوا هتاك الفرمج بقوام كريمي رح تحبسوا عملية الخلط أنا أخذت لي هاد العملية حوالي أربعة إلى خمس دقائق أنا درت ملعقة كبيرة من الزبدة الحيوانية في الأول وضفت ملعقة كبيرة لما كنت نخلط هاوليك القوام اللي تحصلته له يعني شوفوه جبن كريمي ما شاء الله وبالنسبة لهذا الجبن يعني ما هوش متوفر في أغلبية المحلات يعني هنا رح ديروا الوصفاء في المنزل ورح تتحصلوا على جبن كريمي يعني نتيجة داعو رح تكون مضمونة رح يكون صنع منزلي يعني لابدكم مش درتوه فيه إضافة إلى أنه رح يكون اقتصادي جدا يعني ديروا وصفاء في القناة يعني فرمج بمكوناين فقط وفي عشر دقائق فقط ورح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوها يعني رح نديروا الكثير من منتجات الألبان ومشتقات الحليب ورح نديروا الفيديوهات كلها في الأيام القادمة إن شاء الله أنا درت النصف الكمية يعني بدون ملح هايليك هذا الفرمج رح يكون خاصة بالحلويات ورح نديروا هنا يا فرمج مالح يعني بقية الفرمج اللي بقالي رح نضيف له الزيتون هنا هذا الزيتون يعني درتو أنا بالملح ورح نكتافي بهذا الملح الموجود في الزيتون إذا حبيتوا تنكهوا هذا الفرمج مثلا بالثوم أو الزعتر هنا ديروا المناكه اللي حبيته وديروا كمية من الملح هنا دوقوا وشوفوا كمية الملح اللي تناسبكم وإذا حبيتوا من البداية كامل ديروا هذي الفرمج تاح ديفوا كمية من الملح لهذيك الخطار لما تكونوا ديروا فيها في الخلاط كذلك هنا الملح يعني حسب الدوق كايلي يحبوا الفرمج تاحهم متوسط الملوحة كايلي يحبوه مالح يعني دوقوا وشوفوا أنا درت هذي الفرمج في هذي الأوعية الفخارية باش بانلكم الوصفة انتم مباشرة ديروه في علبة محكمة الغلق وخبوه في الثلاجة رح يقعد لكم حوالي عشرين يوم أو أكتر يعني ما رحاش يسرى بها أي شيء نعاوليك هذي الفرمج ولا هذي الجبن يعني خاص بالحلويات بدون ملح وهذي الفرمج نكهتو بالزيتون انتم ما نكهوه بالنقهة اللي تناسبكم صراحة فرمج يستحق التجربة يعني الذوق دعوه رائح خصوصا هذي الفرمج لنكهتو بالزيتون أنا رح نزينو بحبات من الزيتون درت له ريقة تامعة دنوس ورح نخليكم مع الصورة النهائية هذي نهاية الوصفة وإذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء وفي الآخير ما قالي إلا وقلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة